مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين كثير تسألوني ياهودا إيش هو المحلول الملحي أو إيش هو البراين البراين هذا هو اللي الآن بشرح لكم إياه محلول نقع الدقاغ يشيل زفرة الدقاغ يشيل الريحة الطعم اللي مش مرغوب فيه كله بيبعده بس اتبعوا هذه الخطوات أول شي نحن محتاجين لماء فلتر أو إنكم تقوبوا ماء وتغلوه وتخلوه له ما يبرد أو يصير بحرارة الغرفة بضيف له ملعقتين ملح كبيرة وملعقتين سكر أو ملعقة سكر وبضيف عندي مطيبات عندي شريح من الليمون مع عصرة ليمون عندي قرفاهيل قرنفل زنقبيل عندي كمان أوراق الحلبة المتوفر معاكم من مطيبات حتى ممكن تضيفوا شريح برتقال مرات أنتم عارفين أني أضيف عصر تفاح مرات أضيف كمان هذا يعمل مرات أضيف قشر الطماطم قشر البصل قشر الثوم أو الريوس الثوم اللي نباعده اللي متوفر معاكم ضيفوا طيبوا الماء خلوه الماء في منكه بالنكهة هذا الماء يبعد كل حاجة يبعد زفرة الدقاغ يبعد النكهة المش حلوة وكمان يطري الدقاغ يخلي الدقاغ طري وكمان يخلي الدقاغ أبيض من داخل يعني لما تستوي الدقاغة تشوفي الدقاغة بيضاء وكمان طرية وجوسي مش ناشفة يعني هذا المران كتير حلو طبعا أني أقطع الدقاغ بالمقص أبعد كل الأطراف اللي فيه يعني أشيل كل الأطراف الزوايد اللي أنا ما حبيش أبعدها أنتم زي ما تنظفوا الدقاغة زي ما يعني تقطعوها زي ما تحبوه لكن شوفوا أني أقطعها وفقط أمسحها بمنديل تشتو تعملوها تعملوها شوية كده بالماء تغسلوها زي ما تحبوه يعني بس أنا أمسحها بالمنديل وعلى طول أدخله بالمحلول الملحي اللي عملته شوفوا ما شاء الله كيف أقطع الدقاغ أنا استخدمت شوفوا الرقول والصدر والرقول والأفخاض عملت فيها الزربيان وأخدت الظهر واليدات عملت فيها مرقة مرقة الدقاغ تماما مضادة الحيوية حق اليمنيين وكمان أنا شوفوا أبعد الكعب مش عارفة إش يسموه كعب الدقاغة وده أنا لازم أبعده مش عارفة أنتم تبعدوه زي أو لا أنا لازم أبعده وما حبوش أبعد كعب الدقاغة أو الرجل هذه الدقاغة أنا سميها الكعب حق الدقاغة لازم أبعده أما بالسكين أو بالمقص بعد كده خلاص شوفوا أني مسحتها بالمنديل تمام أو ممكن تشطفوها كده شوية بالماء وتحطوها بالمحلول أنا بقول لكم حاجة كل ما فحستوا الدقاغة كده قلسوا الليمون خل باقي تعملوا لشاور جلي وسكرب والله من قد كل ما زادت البكتيريا في بي كل ما طلع طعمها زي زفت صح لندقاغة يعني اللي عادة بالدقيق ينظفها بدقيق وليمون وخل صح تستوي بيضاء لكن لما يجي بعد ما يطبخه ما كان زفرت دقاغة ليش لأنه تمام خلال الوسط البيئي تبعه كل بكتيريا زادت البكتيريا من كتر الفرق فيها لكن خلاص هذا الآن الماء شوفوا كيف بيتغير بسحب الدم بسحب كل الروايح بتشوفوا بعدين لما باقي استخدموا كيف لونه بيكون شوفوا كيف لونه رقع لونه أحمر سحب الدم سحب كل شيء هذه مكونات الزربيان اللي عملته موجود في القناة شوفوا مشغل الدقاغة كيف بيضة وصافية ولا فيها نقطة دم وماشاء الله ريحته روعة ريحته ريحته مطيبات نفس المطيبات اللي عملته البهارات الصحيحة طبعا تجلس في المحلول الملحي هذا أقل حاجة ساعتين إلى أربع ساعات وأني عملت الليلة كاملة أنا عملهم للليل شوفوا أنا ما قطعت الدقاغة كانت الساعة 9 في الليل ولما عملت الزربيان كانت الساعة 12 الظهر أو 11 الظهر والمرق ماشاء الله وأحلى مرق ولا فيبو أي نكهة زواجي شوفوا بقول لكم حاجة ما يشربش أي مرقة دقاغ أي مطاعم عند أي أحد لكن المرقة حقي الوحيدة اللي يشربه مرقة الدقاغ لكن يشرب مرقة اللحم وبعدين أنا شوفوا كيف قبت لكم فكرة تقديم المرقة بالكوب صراحة عقبتني أنا باعتمدة يعني كده مرقة الدقاغ كده بالكوب أو باللحم كده صراحة حلوة قربوها والآن قلت إيش بدردش معاكم برويكم هذه الحاجة الرهيبة أنا معايا غسالة صغيرة حتى تقدروا تعملوها بالرحية يعني لو سافرتوا مكان أو كده تأخذوها معاكم صح إنه الموضوع مش موضوع أنه أبتح لكم على غسالة لكن بقد أني أستخدمه في المطبخ بفوط المطبخ أنا قبت عشان الفوط المطبخ والمناشف حق المطبخ لإني تقريبا أني كل يوم أغسل المناشف هذه مستخدمش كل يوم أستخدمه كل يومين شوفوا ما شاء الله هنا اللي ينزل مني الماء ومن ورا يدخل الكهرباء يعني البلاك تبعه وهنا معاها نشافة أنا ما استخدمش النشافة أهم شيء تدعك لي تمام المناشف يعني أنقع فيها المناشف فوط المطبخ مريالة المطبخ مساكة الحق الحار أعبيها تقريبا كده تاخد جقين ما توليتر تاخد تقريبا اثنين لتر ما وتحطوا لأي كلور صابون وخلص وتخلوا تشتغل وتحطوا الفوط كثير ريحتني لو تعرفوا كيف يداتي تقطعت من التصبيل حتى لو ألبس قفاز يداتي مقطعة على أني دائما أغسل المناشف في المطبخ أو فوط المطبخ فهذه ريحتني كثير إذا حابين تاخدوها خدوها بس أكيد لازم يكون يد وحدة اللي تستخدمها يعني هذه الأشياء من نوع اللي تخرب بسرعة وفي أنواع تانية صغيرة كمان حلوة لكن أنا أحس أنه الغسالة الصغيرة المهمة في البيت لازم خصوة إذا معاكم يعني استخدموها زي المناشف في البيت أو ممكن لي ملابس الأطفال إذا معاك قطعة قطعتين تغسليهم ممكن تحطهم بدل ما تفتحي الغسالة بكبره فغسالة الصغيرة كثير مفيدة بس حبيت أني أفيدكم ورأيكم غسالتي هذه الرهيبة الحلوة وبس والله إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايكوا كومنس حلو منكم وبالعافية لي ولكم اشتركوا في القناة